ساعة الخير عاملين ايه? يا رب اكونوا الخير توقعات برج الدلو لشهر ابريل الفين اربع عشرين خلينا ابدأ بالجانب المهني. بداية ايجابية تنتظر مواليب برج الدلو. بمعنى ايه? زي ما قريض بالزبط المفروض ان في بعض من مواليب برج الدلو هيتنقلوا المناصب كويسة داخل عملهم في ده كل ده اول الشهر. وبعد يوم عشرة محتمل خلافات مع بعض الزملاء. والخلافات دي مش هتطول. المفروض انها هتمر سريعا جدا. وكمان المفروض ان الشهر ده هيكون فيه فرص قدام مواليب برج الدلو للتطور. يعني هيقدروا يطوروا من نفسهم. او كمان يكسبوا مزيد من الخبرة. يعني يقدروا يكسبوا خبرة اكبر. ودي مهمة جدا. طول ما انت وانتي بتزيد من المعرفة كنتك المهنية بتزيد. لازم تعرف دي. وتحطها كده في يعني قاعدة اساسية في حياتك. يعني بالنسبة للحياة المهنية. طول ما معرفتي بتزيد وخبرتي بتزيد. كنتي المهنية بتزيد. ودي مهمة اوي لازم تشتغل عليها وتشتغلي عليها. لو انت عايز تنجح وتتنقل من مكانة لمكانة افضل دايما. غير ان في على نهاية الشهر بعض من مواليب برج الدلو هيستقيلوا من عملهم. او بمعنى صح هيفضلوا ان هما يكونوا ليهم عمل خاص. يعني هيسيبوا شغلهم عشان يعملوا يتفرغوا المشاريع الخاصة بيهم. آآ عايز اقول لك نصيحة بسرعة واقول لك لو انت بتفكر في مشروع وعايز تسيب شغلك ما تسيبش شغلك ولا تعمل المشروع الا لما يكون انت عندك خبرة عن المشروع ده. لو ما عندكش خبرة تأكد ان انت بتجازف بفلوسك بشكل كبير. داخل مخاطرة كبيرة جدا. آآ الا لو انت داخل مع حد شريك انت واصق فيه ويعني واصق فيه كويس اوي. لان برضو الشراكة بتعمل مشاكل. ربنا يوفقكم ويديكم الحكمة ويقويكم. هدخل عالجنب العاطفي هبدأ بالعزال. فرص ارتباط بنسبة كبيرة جدا ولكن الارتباط هيكون تقليدي. وده اول خمستاشر يوم. ولكن قريت حاجة عايز اقولها. بعض الارتباط هيكون غير موفق. ودي حاجة ما تزعلش. الارتباط من بدايته لما يباني ان هو مش موفق احسن ما نكمل فيه ويبقى فيه جوازه وتقفل الباب وبعد كده نكتشف انه غير موفق. لأ من البداية يكون احسن. علشان كل واحد يدور على الشخصية اللي تناسبه آآ بطريقة تانية. لكن لو خدت شخصية وما كانتش مناسبة ليك او خدت الشخص ما كانش مناسب ليك انت هتدفع بقية عمرك تعب يعني هتعيش حياة صعبة جدا. لازم نتأكد من الشخصية اللي هنعيش معاها بقية عمرنا. اللي هيتقفل علينا باب واحد وهنعيش في بيت واحد بقية العمر. وكمان هيبقى فيه اولاد فيه كيان كبير يعني آآ انا قلت الكلام ده قبل كده كتير بس انا يعني بقوله علشان لو في حد لسه اول مرة يشوف فيديوهاتي ربما يكون الكلام ده ملفت للانتباه حضرتك او حضرتك. وفي حاجة برضو تانية عايزة اقولها ان الانجزاب والاعجاب اتجاه عزاب برج الدلو هيكون بنسبة كبيرة الشهر ده. ومن بعد يوم سبعتاشر هيكون فيه اجتماعات جديدة. والاجتماعات دي بعضها من العمل. يعني هتيجي من خلال الشهر. وفيه علاقات حب جديدة هتستمر لنهاية الشهر. من بعد يوم خمستاشر لنهاية الشهر. وبنابعت لكل شاب وشابة شخصية المناسبة. ندخل بقى المتزوجين والمرتبطين. بداية مستقرة وده اول اسبوع. وبعد اول اسبوع هيكون في خلافات بسبب تداخل بعض الاشخاص. وكمان الخلافات دي هتنتهي على يوم خمستاشر. بالاخص الكلام ده للمتزوجين. ياريت ما تدخليش حد بينك وبين زوجك. يعني حياتكو خاصة بيكو بس. وانت كمان. ياريت ما تدخلش حد بينك وبين زوجتك. صدقون يا جماعة. من اكتر الحاجات اللي بتهد البيوت هي اني اشخاص تتداخل في اه يعني خصوصيات المتزوجين بالاخص. يعني ما ينفعش بيتك المفروض اللي بينك وبين زوجتك ما يخرجش برا باب بيتك. ده صح. لكن لو كل حد هتدخله انت ما تعرفش نوايا الناس عملت زي ما تعرفش اسلوبه هيكون ايه? او اسلوبها هتكون ايه? وممكن تخلي الموضوع اللي كان صغير يجبر بسبب الشخص اللي تداخل ده. وفي ناس بالمناسبة بتكون يعني للاسف حبة خراب البيوت. ربنا يهديهم ويهدينا جميعا. فياليت تخلي بالكو من النقطة دي. حياتكو خاصة بيكو بس. الخلافات بقى زي ما قلتها تنتهي على يوم خمستاشر وهيكون في تفاهم هيخلي فيه ود والعلاقة ترجع تاني مستقرة. ده غير ان فيه تغييرات ايجابية على نهاية الشهر او زي ما مكتوب الزبط محتمل تغييرات ايجابية على نهاية الشهر. بالاخص للمتزوجين تكون سبب في آآ رفع من روحهم المعنوية واوقات لطيفة لهم. ربنا يهدي سلو كل بيت ويكمل المرتبطين على خير لو مناسبين لبعض. خش بقى على الجانب العائلي. تجمعات عائلية بنسبة كبيرة جدا لحد يوم عشرين. وبعد يوم عشرين هتقل تدريجيا لحد نهاية الشهر. ربنا يجمع كل عيلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة ندخل بقى على الجانب المالي. دخل مادي خلال اول عشر ايام من الشهر. ده غير ان بعد اول عشر ايام في بعض من مواليد برج الدلو هيقدروا يقلوا مصارفهم. هيكون عندهم حكمة يعني في المصاريف الفترة دي. وعلى يوم خمستاشر في دعم من القهل هيكون سبب في استقرار مادي لنهاية الشهر. ربنا يوسع من رزق جميع وانا مع حتة الحكمة في المصاريف. دي مطلوبة قوي خصوصا الفترة اللي احنا فيها دي. هدخل بقى على صحاب المشاريع وتجار المستثمرين. ارباح ضعيفة اول خمستاشر يوم. وبعدها هتزيد بشكل تدريجي لنهاية الشهر لانها هتوصل مرتفع جدا على نهاية الشهر. بالزبط اخر خمس ايام في الشهر. ربنا نوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. ندخل على اخر حاجة الجانب التعليمي. مواعيد دراسية مهمة جدا ده في بداية الشهر. وتركيز بشكل كبير لطلاب برج الدلو. كل ده هيكون اول عشر ايام. بعدها هيكون في اوقات هادئة ومفرحة جدا للطلاب. ده غير ان على نهاية الشهر. هيكون فيه اوقات جدة ومجهود موفق. يعني هيكون فيه مجهود وهيكون موفق جدا بالنسبة لهم. هيكون ليه نتائج ايجابية. ان شاء الله يكون شهر ايجابي على الكل. عايز اقول للشباب والبنات دايما حط في بالك وخليك عارف انك طول ما انت متابع دراستك طول ما انت ما بتهملش ولا بتهملي دراستك طول ما انت ماشي صح. لما تيجي تراجع على نفسك ومسلا تلاقي نفسك في الاسئلة بتجاوب انت نفسك بتمتحن نفسك او بتمتحن لنفسك. وتلاقي نفسك بتجاوب اعرف ان انت كده بتتقدم وماشي وقريب جدا من النجاح. وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة. دي كانت توقعات بلج الدلو للشهر ابريل الفين واربعة عشرين. عجبكم الكلام ده هتنسونيش في اللايك. لو مش مشتركة او مشتركة. ارتشتركوا عشان تشوفوكم الجديد من الفيديات اللي بعملها. شكرا اوليكم. سلام.